رسائل عدة تضمنتها كلمة الفريق أحمد قيد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي التي ألقاها أمام إطارات الهيئات المركزية لوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي الفريق جدد تأكيده على أن لا تكون المسؤولية في مختلف مستويات المؤسسة العسكرية مجرد منصب تشريفي بل تكليف يستدعي الحضور الذهني والاستغلال الأمثل للقدورات البشرية والمادية والاستعلامية المتغفرة وتحليل المعطيات واقتناص الفرص بما لا يحول أي خطوة إلى ما أسمه مغامرة غير محسوبة العواقب في ظل ما تواجهه الجزائر من تحديات كما شدد الفريق أحمد قيد صالح على ضرورة تحمل القادة وزر المسؤولية التي اختاروها ونتائج أعمالهم خلالها بالتمام والكمال وفق القوانين العسكرية السارية نائب وزير الدفاع ذكر في الأخير بأن ما يقوم به الجيش لا يغفل الاسترجاد بتعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة كما أنه تنفيذ لمهام الجيش الدستورية التي تقتضي الوفاء لرسالة الشهداء وضمان مكسب سيادة وحرية الجزائر واستقلالها الوطني ووحدتها الشعبية والترابية أهمية هذه الرسائل تستمد حسب متابعين من الظرف الزمني الراهن الذي أخذ عنوان تغييرات عميقة مست عدة مناصب قيادية عسكرية سامية تراوحت قراءتها بين السياسية وبين المهنية البحثة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر